اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والاشهر العربية كيف بتتحدد وبتمنى انه ربنا يعيدوا علينا وعليكم سالمين غانمين ويزيح عنا هالغمة ويفرجها منها وكربنا اجمعين ويرحم امواتنا وامواتكم اجمعين طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 23 4 القمر رح يتنقل ما بين الحمل والثور يعني اول ساعات رح يكون في الحمل وبعدين رح ينتقل للثور معظم اليوم رح يكون في منزلة الثورية وهي جيدة بتنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لاظهار اي شيء يعني من اسرارنا او اللي هي المكانين اللي موجودة جوانا او الاشياء اللي احنا منتعامل فيها مع الناس اللي منحتفظ فيه لانفسنا وهي مناسبة للسر ومناسبة للكتمان واخفاء الامور طبعا بالنسبة لالان احنا في فترة خلوة المسار خلوة المسار بدأ من الساعة 12.31 دقيقة قبل العصر بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة 3.15 وبينتهي خلوة المسار الساعة 7.35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنزيد ثلاث ساعات اللي في الاردن او في لبنان او في فلسطين بنزيد ثلاث ساعات يعني 10.35 دقيقة مساء بعدها بصير القمر في الثور طبعا تأثير القمر لما بيكون في الثور على كافة الابراج بنشعر بالحذر اكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وكلما بنبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وانه ما نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وزحل في تمام الساعة 10.59 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش من واجه صعوبات وعراقيل تطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وانه ما نحاول انه نعتمد على الحضوض كثير بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب للماضي بدل من مواجهة الحاضر اما الزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر والشمس راح تكون في تمام الساعة ثنتين وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وهاي الزاوية اللي احنا حكينا عنها اللي هي زاوية الاقتران بتعني بداية اه اقتران الشمس والقمر مع بعض في نقطة الصفر وبعديها مباشرة يعني بعدديها بصير يتكون وينولد الهلال فعشان هيك احنا منقول انه بنولد الهلال او بتبلش بداية ميلاد الهلال الساعة ثنتين وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن على الساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة فجرا يعني يابل شروق الشمس تقريبا يعني اقل من نص ساعة بتكون يعني شروق الشمس في الاردن الساعة خمسة واربعة وخمسين دقيقة وانا بنولد هو وخمس وعشرين دقيقة طبعا هنا احنا منحدد انه هاي الفترة اللي هي بنولد فيها الهلال هلال شهر رمضان بداية الشهر العربي فطبعا احنا لانه شوي نمشي على القديم على الحديث او على الاجتهادات الدينية لرؤيته فعشان هيك دائما بيخربطوا وهم بشهر رمضان خصوصا في اول يوم وفي اخر يوم بتصير خربطة لانه ممكن ينولد الهلال بوقت وعند الغروب ما ينشف يعني ما يشوفوه فبضطروا انهم يأجلوا يوم فهيك يلغوا يوم من الشهر فلكيا هو ادق للحساب وتحديد الاشهر لانه ما فيه الاقتران اقتران والولادة ولادة فعشان هيك بما انه رح ينولد الهلال طبعا ما رح يشوفوه بنهار عنده الغروب رح يشوفوه في يوم الجمعة بيكون فلكيا هو اول ايام شهر رمضان الفضيل فهيك احنا منحدد اللي هي الوقت ميلاد الهلال بدقة عالية جدا احنا بالفلكيا لا نعتمد على رؤيته احنا نعتمد على ميلاد الهلال الان ما شافوه هم بالليل واجلوكوا يوم هيراعلكوا يوم من شهر رمضان كالمعتاد سياسيا وبتتسيس الامور وهدولا بصيروا بدهم يآمنوا مع هدولا المجموعة بدهم يعلنوا رمضان وهدولا لانه هدولا اعلنوا احنا متعادين معاهم احنا ضدهم من اجل يوم وليخها وريحها على الامة كاملة عادي جدا فهاي الزاوية طبعا حبيت اشرح لكم عنها انه دايما احنا الاقتران معناها انه ولات الهلال ولما نقول تقابل معناته بكون هو القمر بدر طبعا الاقتران الاقتران دايما ايجابي منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل وبصبح نصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر و اورنوس رح تكون في تمام الساعة 28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض وبما ان القمر رح يكون موجود في برج الثور معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 25 اربعة رح يكون في تمام الساعة 12 و 42 دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى تمام الساعة 7 و 19 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر الى الجوزة اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال يعني الان خلاص يعني بده يختفي بمعنى اخر عمره 29 يوم اللي هو اخر يوم في تمام الساعة 3 و 22 دقيقة فجرا بدخل على اليوم الثاني يعني لانه الاشهر العربية بتيجي اما 29 اما 30 فهذا الشهر بما انه اخذ اثنين معناته هو بكون 29 يوم فنسبة الاضاءة بتكون الساعة 3 و 22 دقيقة فجرا صفر بالمية يعني ما بكون لسه الهلال مولود اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى 25 المزاج ممتزج القمر في الحمل والثور يعني ورح يستقر في الثور حتى 25 أربع المزاج ممتزج عطارد في الحمل حتى يوم 27 أربع المزاج ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى 13 خمسة وبعدين تبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى 13 خمسة مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الجدي مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع ورح يتراجع من الدلو يرجع للجدي مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الثور مزاجه ممتزج نبتن في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الحوت مزاجه سعيد ابلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس الجدي مزاجه ممتزج وحكينا انه ممتزج يعني بتقلب طول اليوم ما بين سعيد ومنتحس سعيد ومنتحس فعشان هيك بنحطه ممتزج في الطباة يعني بظل يتقلب طول اليوم وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل طبعا بظل النشاط غالب عليكم أهم شيء أنه ما تبادروا بعمل جديد واصلوا اللي بدأتوا فيه من قبل حتى ساعات المساء من ساعات المساء لما بنتقل القمر للثور بصير يوم بيحمل معاه فرص مالية ممكن تكون مفاجئة أو ممكن أنها تدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشط الاتصالات والزيارات وبتهتم لترويج لخطة أو للقيام بزيارة بتعالج مسائل إدارية وتمولية بتطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية يعني القمر بمعنى آخر رح يكون في بيتك الأول لغاية انتقال الثور وبعدين بصير لما يستقرب الثور بصير ببيتك الثاني على المستوى المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه البيت الثالث متقلب خلال هذا اليوم فعشان هيك اليوم بيكون فيه نوع من أنواع التقلب في المزاج عندك لحظات بيصير عندك نوع من أنواع الهدوء لحظات بيصير عندك ذكريات تذكر أشياء ماضية أو تجارب أو أشخاص غادروا هاي الحياة أو مواقف بيكون فيها نوع من أنواع الحزن ولحظات بتكون نشيط جدا بدك تناقش وبدك تجادل وبدك تتواصل مع اللي حواليك وبكون عندك ثقة عالية في نفسك فعشان هيك اليوم نقول هذا يوم متقلب من ناحية البيت الثالث اللي هو بيت الحركة والدراسة والنشاط والتنقلات أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع يعني من ساعات المساء ببلش يتحسن شوي بصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يكون فيه نوع من أنواع الاجتماع أو اللقاء أو اهتمام في مشتريات أو ترتيبات أو تصلحات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس عاطفيا شوي بصير فيه نوع من أنواع الحساسية أو الضغط عندك ممكن تتحسس من أي تصرف بنتج عنك أنت للحبيب أو الحبيب ممكن هو اللي يتصرف فيه وينعكس سلبي عليك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف البيت السادس إجمالا تقريبا المعنويات عالية شوي فالأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بقدروا ينجزوا كثير من أعمالهم وممكن يهتموا في بعض المسائل العملية أو إما أشياء لها علاقة بالعقود أو أوراق أو شكات أو يعني أشياء لها علاقة بالالتزامات ومنكو ممكن يهتم بشؤون صحية أما بالنسبة لبيت السابع فأنا شايف أنه البيت السابع برضو فيه نوع من أنواع التوتر فعشان هيكي بشوف اليوم ممكن يصير فيه أي سوء تفاهم يعني ما رح يكون بالقوة يعني السلبية مش قوية كثير ولكن أنه ممكن أنها تخلق نوع من أنواع سوء التفاهم أو عدم توصيل الرسالة أو الاستفزاز يستفزك الشريك أو أنت تستفز الشريك بشيء معين يعني بدون قصد أما بالنسبة لبيت الثامن فهو روتيني تماما على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أما بالنسبة لبيت التاسع يعني شوي بعطيك نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الامتحانات الجامعية أو أمور إلها علاقة بأوراق إقامة أو مراجعة دوائر حكومية خصوصا للدول اللي فاتحة والناس بتتحرك فيها أو الاهتمام بروايات أو قصص أو أفلام أو أمور إلها علاقة بالنقاشات السياسية أو الدينية أو الأمور اللي إلها علاقة بالثقافات أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور على مستوى البيت العاشر شوي ممكن يكون فيها نوع من أنواع الضغط ولكن مش هالضغط الكثير على المستوى بيت السمعة ولكن الأشخاص اللي على رأس عملهم يديروا بالهم من المشاحنات مع زملائهم أو رؤساهم في العمل واللي عنده دوام يحاول أنه يروح على دوامه بوقته ما يتأخر على أساس أنه ما يصير مع أي مواجهات أو خلاف أما بالنسبة لبيتك 11 فشوي بيعمل نوع من أنواع الحدية في الطباع ما بينك وبين علاقاتك أو ما بين أحد أصدقائك أو ما بين أحد معارفك ممكن تحتد أو تعصب بسبب سلوك أو تصرف منه فينتج عنه نوع من أنواع المواجهة أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف يعني شوي أمورك على مستوى بيت المتاعب يعني ما بدنا نقول سلبية لا منقول إحنا شوي اليوم أحسن مطمنة ممكن تعطيك دافع لإنجاز بعض الأعمال والمهام بتكون الأمور ماشي بالإتجاه الصحيح معك مثل ما أنت بتخطط في منكو رح يهتم بإنجاز بعض الأعمال ومنكو رح يهتم بشؤون صحية إلى أولى طرف من الأقارب أو من المحبين ومن المحتمل أنه يصلك خبر شوي يكون فيه شيء مزعج خلال هذا النهار مرج الثور بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات المساء من ساعات المساء يعني بصير فيه ثقة بأنفسكم يعني بصير النشاط واضح أكثر بيعمكم النشاط أكثر بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي القمر بيجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية خصوصا أنه القمر والشمس موجودات بالثور مع بعض بدعوك الجولة بذل الجهد من أجل إشاعة السلام وبالغة تفاهم بين الأطراف يعني تكون أنت عنصر تقارب ما بين الأطراف يعني يعتبر هذا من الأيام المميزة رح يكون خلال الشهر فيه كثير من الدعم وحاول أنك تأخذ مبادرة وتكون شوي شجاع خلال هذا اليوم طبعا القمر بما أنه رح يتنقل ما بين بيتك 12 وبيتك الأول فبيتك الثاني يعني شوي ممكن أنه اليوم يعمل نوع من أنواع المساعدات المالية أو يفتح لك أبواب لتحسين الوضع المالي أو المبادرة في أمر بيجلب لك بعض الأموال ممكن طلب أو ممكن أنه حد هو اللي يدعمك خلال هذا اليوم فيه منك رح ينشط في أمور المشتريات والدفعات والالتزامات وفيه منك رح يرتب فواتير أو التزاماته أما بالنسبة إلى البيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث اليوم أحسن من الفترة الماضية يعني اليوم عندك قدرة على النقاش وبتوصل رأيك بكل سهولة سرعة بديهتك عالية ممكن تناقش أي شخص بأي معلومة اليوم يعني قدرة عالية عندك اهتمامات بأشيء له علاقة بالاتصالات أو المواصلات يعني زي السيارات أجهزة التليفون كمبيوترات وفيه منكم بكون له اهتمام بامتحانات أو تقديم امتحانات طبعا اليوم رح يكون داعم للكم أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت شوي فيه نوع من أنواع الروتيني ولكن برضو فيه نوع من أنواع يعني بنا نحكي شوي فيها حدية في الطباع ممكن تصرف أو شيء أو أعطال منزلية شوي تسبب لك نوع من تعكر المزاج خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس جيد على مستوى العواطف عشان هيكي ممكن أنك أنت اليوم تتواصل مع الحبيب أو يصير تقارب ما بينك وبين الحبيب في مسألة معينة فتجد أنه التقارب هذا بيحدث يعني إيجابية في العلاقة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف البيت السادس شوي يعني بيخليك تنجز بعض الأعمال المطلوبة منك ولكن أنه برضو بيجعلك شوي أنه أنت تهتم في الجزئية المهمة من الأعمال مش كل الأعمال يعني المهمة بتنجزه المش مهم أنت راح تطنشه ما راح تنجزه وفي منك راح يهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي جيد يعني بيعمل نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الشريك أو تقارب وفي منك راح ينجح في مسائل معينة أو اتفاقية معينة بتكون ما بينه بين أحد الشركاء إما شركاء المال أو العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فبشوف على مستوى الأمور الأموال المشتركة شوي بيكون فيه نوع من أنواع الضغط إما هي طولة مطالبات مالية أو أنك أنت بتحاول أنك تجد مخرج للوضع المالي الحالي يعني إما تجاريا أو ماليا على مستوى مصاريفك يعني فيه ضائقة مالية بتحاول أنك أنت تنجو منها أما بالنسبة للبيت التاسع يعني ما يعني منقدر نحكي أنه جيد بفتح لك نوع من أنواع التواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أشخاص وممكن برضو بعضكو يهتم في أوراق قانونية أو امتحانات جامعية أو أشياء لها علاقة بالمشتريات من الخارج استيراد تجارة أشياء من هذا القبيل كلها هاي أمور جيدة أما بالنسبة لبيتك العاشر يعني بيت السمعة شوي فيه نوع من أنواع الحدية فعشان هي كما نقول لك اليوم حاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تدخل بمواجهات ممكن أنها تشوه سمعتك حافظ على أعمالك وعلى وقت دوامك خصوصا للأشخاص اللي بتداوموا وعرأس عملها وحاولوا قدر الإمكان أن يكون فيه نوع من أنواع يعني السلام ما بينك وبين الأشخاص على أساس أنه مثير ومواضيع ممكن تصل لمرحلة تشويه السمعة أما بالنسبة إلى بيت الأصدقاء والعلاقات فهو حاد جدا اليوم فممكن اليوم إما أنك تسمع خبر عن صديق أو معرفة شوي يكون وضعه تعبان أو مريض أو ممكن أنت تهتم بصديق ولكن تكتشف أنه الصديق هذا بيستغلك فتنصدم برضو من الموضوع وفي منكو ممكن يصير فيه سوء تفاهم ما بينه وبين أحد المعارف فيحتد ويعصب من تصرفه فينتج عنك أنت شيء حاد في الطباع أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب ببلش يستقر شوي شوي اليوم فبدعمك بشكل جيد ولكن برضو شايف فيه نوع من أنواع الحدية رح يكون في طباعك فعشان كيف نقول لك حاول أنك أنت تنجز بعض الأعمال الضرورية وحاول أنك أنت تنتبه لغذاءك ولراحتك وبرضو خذ قصد كافي من الراحة إذا شعرت بأي توععك صحي استشير طبيبك برج الجوزاء بتنشطوا في ساعات ما قبل المساء بين الأصدقاء يعني بظل فيه تواصل ما بينكو بين الأصدقاء لحين انتقال القمر لبرج الثور في ساعات المساء فعشان هيك بصير الوضع ضاغط عليكم عشان هيك بتطلب منكو عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وانجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون الإهمال صحتكم ما تراهن على الحضوض ممكن تعاني هاي الفترة من ركود ومراوحة للمكان ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الأفكار عندك راح تكون مشوشة والظروف مخيبة طبعا موجود القمر والشمس الآن في نفس النقطة في بيت متعبك بسبب لك ضغط كبير في الفترة هاي فعشان هيك ما تعتمد على الحضوض نهائيا لغاية وصول القمر لعندك لبرجك بتلاقي الأمور تحسنت بشكل إيجابي وبما أنه القمر راح يتنقل ما بين بيتك 11 وبيتك 12 فعشان هيك بيتك الأول يعني شوي بضغطك نفسيا بيخلي عندك نوع من أنواع الحدية نوع من أنواع الطاقة المفقودة في نوع من أنواع ردات الفعل العصبية والتقلب في المزاج أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف البيت الثاني جمالا يعني ما راح يكون إيجابي كثير ولا سلبي كثير لكن بفتح الدعم لبعض الأشخاص وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن يحصلوا بعض الأموال من عمل إضافي أو نوع من أنواع المساعدات أو الهبات أما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث شوي بضغطك بالعصبية فعشان هيك اليوم أنت في عندك نوع من أنواع التوتر والحدية والعصبية في الطباع ما تحاول أنك تعصب وتنرفز الأمور مش لصالحك وخصوصا أنه أنت اللي مضغوط وأنت اللي معصب يعني أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت أنا شايف الأمور جيدة يعني في نوع من أنواع التوازن على مستوى البيت يعني بتقدر أنك أنت تتجارة مع البيت بنوع من أنواع التقارب أو نوع من أنواع الاهتمام في بعض المستجدات المنزلية مثل مشتريات أو ترتيب أو صيانة أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي فيه برضو الحدية بالطال هذا البيت عشان هيك ممكن تتسرع اليوم بالحكم على الحبيب أو أنه تتقلب شخصيتك معه فتسمعوا كلام ما لازم أنه يطلع منك في هذا اليوم لأنه رح يطلع الكلام وبعدين رح يكون زي الرصاصة يعني إذا خرج ما بتقدر ترجعه حاول أنك تمسك أعصابك لحديث ما يوصل القمر لعندك عشان أنت تعمل نوع من أنواع التوازن أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف البيت السادس إجمالا بفقدك الطاقة لكثيري خلال هذا اليوم فعشان هيك بتحس اليوم فيه نوع من أنواع التقلب على مستوى العملي يعني فيه من كل يوم بتهرب من عمله ما بيحب ينجز بعض الأعمال بيكون مشتت فكريا ممكن يحاول أنه بدي يشتغل عملين ثلاثة مع بعض فإلا أنه ما أنجزش ولا أي شيء فهي فوضى وبالنسبة للوضع الصحي بدك يدير بالك على صحتك بشكل كبير حاول ما تجازف نهائيا خلال هذا النهار وحاول إذا شعرت بأي شيء توقض قصد كافي من الراحة وإذا استلزم الأمر راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكة يعني الأمور فيها نوع من أنواع الحدية رغم أنها إيجابية هي ولكن أنه برضو فيه نوع من أنواع الحدية أو ردات الفعل العصبية اللي ممكن أنها يعني تكون فيها نوع من أنواع المواجهة ما بينك وبين الشريك فيه مسألة معينة إما أنه أنت يعني بتشوفه أنه تصرف تصرف غير ما أنت بتحب فيذيقك الموضوع يعني إشي بهذا القبيل يعني شغلات بتكون عابرة أو سوء تفاهم عابر أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف البيت الثامن إجمالا فيه نوع من أنواع الإيجابية بدعمك على بعض المسائل المالية ممكن يفتح لك بعض الأبواب اللي ممكن تطلب من خلالها أنت إما دعم أو مساعدة أو يجيك رد على أمر أنت طلبته في الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم أنت ما عندك رغبة بالاتصالات البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد ولكن عندك الاهتمام رح يكون في أمور إلها علاقة بالنشاط أو بحث بعض المسائل أو تواصل البطيء مع بعض الأشخاص ممكن تتهرب من بعض أشخاص في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات قانونية وفي منكم ممكن يهتم بأشخاص يعني لهم علاقة في مؤسسات تعليمية أو جامعات أو أكاديميات أما بالنسبة لبيت التاسع العاشر فيعني شوية الأمور نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الحدية البسيطة موجودة على مستوى بيت السمعة فما من قلك إلا أنه لا تجازف ولا تغامر وما تحاول أنك تشوه سمعتك خلال هذا النهار يعني الأمور ما رح تدعمك بقوة حاول أنك برضو ما توقع على عقود ما توقع على أوراق مهمة وما تتخذ قرار يكون حاسم اليوم حاول أنك تأجل الأمور لحديث ما يوصل القمر لعندك أما بالنسبة لبيتك 11 و 12 فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج السرطان يعني اليوم بتضل الأمور على إلها علاقة بالأعمال وإنجاز الأعمال لغاية ساعات المساء يعني لغاية انتقال القمر للثور عشان هيك حافظ على إنجازاتك وعلى سمعتك لغاية ساعات المساء مع ساعات المساء بصير عندك نشاط للقاء الأصدقاء أو التعاون معهم أو تعاونك معهم ممكن يفاجأك أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتية رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتعييد فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأمور على مستوى البيت الأول يعني إجمالا اليوم بتحسن من مزاجك شوي يعني بتعطيك دفعة أو نوع من أنواع الدعم أو ممكن اليوم أنت تنجز كثير من المهام بسبب حيويتك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على مستوى الوضع المالي شوي فيها نوع من أنواع الضغوط إما أشياء بتحيرك أو مشتريات أو متطلبات أو التزامات يعني في بعضكم ممكن يحصل على بعض الدعم المالي من عمل إلافي أو نوع من أنواع الهدايا أو الهبات أما بالنسبة للبيت الثالث يعني نقدر نحكي إنه شيئا ما بعطيه قدرة على التواصل والاتصالات أو الاهتمام في أمور الهلاقة بالاتصالات والتواصل وفي منكو ممكن اليوم ينجز بعض الأشياء الأعمال بسبب رغبته بإنجازها وعنده نوع من أنواع النشاط بالحركة في منكو ممكن يسعى لمسألة معينة أو يكون عنده امتحان وخصوصا الامتحانات هنا بتكون للمراحل الأساسية اللي هي ابتدائي وثانوي وممكن حث أبنائكو على الدراسة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت الرابع بيت البيت في بعض يعني ردات الفعلة العصبية اللي ممكن تجيك من لحظة لأخرى تكون بسبب أعطال أو بسبب أمور منزلية تستجد فتستفزك فحاول قدر الإمكان تمسك أعصابك وما تخلي الأمور تستثيرك يعني وتجنب المناوشات يعني الأمور شيئا ما متناقضة خلال هذا النهار فعشان هيك التوقعات بتكون برضو متناقضة أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي يعني يمكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو اتصال أو لقاء صحيح أنه ما بتتجارة ما بتتماشى مع وضعك ومزاجك ولكن إنه إجمالا إنه يعني بكون زي اتصال ودي أو لقاء ودي أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف على المستوى العملي برضو في نوع من أنواع التقصير اليوم فممكن بعضك اليوم يعني يخف طاقته بالنسبة للمستوى العمل يصير يفكر بإنجاز الأشياء المهمة ويأجل بعض الأعمال طبعا التأجيل مش لمصلحتك وفي منكم ممكن يعاني من بعض الإطرابات الصحية اللي بتتعلق فيه أو في أحد الأحبة أما بالنسبة لبيت السابع وبيت الشراكة يعني شوي بعطيك دفعة أو بعطيك نوع من أنواع الإيجابية رغم الحدية اللي موجودة في الأجواء أو ممكن إنه يصير يعني نوع من أنواع كشف بعض الأمور أو بعض الأحاديث أو المواضيع القديمة ترجع تنفتح اليوم فيسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل العصبية أو ممكن يستفزك لدرجة أنه أنت ما تتمالك نفسك على الأغلب نسبة عالية جدا من موليد برج السرطان رح يضرف الدموع هذا اليوم أما بالنسبة لبيت الثامن فأنا شايف أنه يعني في نوع من أنواع الضغط على مستوى الأموال مطالبات أو أنه مواضيع الفواتير والالتزامات بتأرقى كثير خلال هذا النهار فعشان هيك بيكون في نوع من أنواع الصعوبة عندك أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع شوي بيعمل لك نوع من أنواع التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن تقلق بشأن صحة أحد الأشخاص خارج البلاد وفي منكم رح يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية أو مساءلات قانونية وفي أشخاص رح تهتم بدراسة أو امتحانات وهذا لم نقول لهم ديروا بالكم ما تعتمدوا على الحظ خلال هذه الفترة أما بالنسبة لبيتك العاشر وبيتك 11 ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد بدعمك شوي على مستوى بيت المتاعب فبسبب لك نوع من أنواع يعني بيأكد على معلومة الرغبة في إنجاز الأعمال الضرورية بتحس أنه في عندك نوع من أنواع الكسل خلال هذا اليوم يعني بتحاول بس أنه تقتصرها على اتصالات وتواصل واهتمامات بالمحيطين فيك من بعيد لبعيد عندك رغبة أنك أنت تشوفهم أو تجالسهم ولكن أنه الظروف ممكن هي اللي تمنعك حاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول أنك الفترة هاي تنجز كثير من أعمالك وخصوصا قبل ما يوصل القمر للجوزاء اللي هو بيت متاعبك اللي ممكن أنه يسبب لك بعض الأشياء اللي ممكن يكون صعبة عليك بالفترة القادمة برج الأسد يعني بتظل الأمور مثل ما كانت اليومين الماضيات لغاية ساعات المساء في ساعات المساء بصير مناسب لأشخاص اللي عندهم أعمال أو بيحاولوا أنهم ينجزوا بعض الأعمال أو بيهتموا بعمل يعني جديد أو فكرة جديدة بتتعلق بالعمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على بعض الأعمال اللي إلهم بوصلوا عكم إثبات جدارتكم للمسؤولين وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن يكون فيه قلق حول أحد أفراد العائلة بتواجه مسؤولية أو عبء مهني أهم شيء أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام يعني فيه نوع من أنواع صعوبة طبعا القمر رح يتنقل ما بين التاسع ورب بيتك التاسع وبيتك العاشر عشان هيك الأمور مثل ما ذكرناها أما بالنسبة للبيت الأول فيعني شوية اليوم النفسية فيها نوع من أنواع التقلب أو عدم الاستقرار النفسي يعني لحظات بتكون إيجابي لحظات سلبي لحظات مبسوط لحظات مذائق يعني بتقلب مزاجك خلال هذا النهر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الثاني ممكن يكون فيه بعض الانفراجات اللي إلها علاقة في المسائل المالية ممكن تساعدك في تحصيل بعض الأموال أو الاهتمام في أمور مالية أو طلب مساعدة معينة أو ممكن يجيك نوع من أنواع الدعم خلال هذا النهار الأشخاص اللي بيعملوا أو بيطلعوا من البيت ممكن يحصلوا على بعض الأموال من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أن الأمور على مستوى البيت الثالث شيئا ما إيجابية يعني بتدعم بعض المواقف عندك ولكن برضو ما تعتمد على الحضوض نهائيا عندك سرعة بديها بتقدر تناقش وتجادل وتوصل المعلومة بسهولة ولكن برضو بتطلب منك أنك تمسك عصابك شوي وما تحتد وما تعصب ليش؟ لأنه أو ليش القمر بما أنه موجود في البيت العاشر بيت السمعة فعادة في الفترة هاي بيكون فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع برضو الأشخاص اللي بيطلعوا من البيت اللي بتنقلوا بدهم ينتبهوا من أعطال ممكن تكون إما في أجهزتهم التليفونات أو أنه بيكون أعطال في سياراتهم وبدهم ينتبهوا أثناء القيادة واللي عنده امتحان أو عنده دراسة ما يتسرع يحاول يدرس السؤال بشكل عقلاني قبل ما يجاوب فيه نوع من أنواع التعامل أو الحدية ممكن تكون في الطباع أثناء تعاملك مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت يعني الأجواء الشوي فيها نوع من أنواع الروتين إلا أنه ممكن تظهر لك بعض الأشياء المنزلية أو العطال المنزلية أو يصير عندك قلق بشأن أحد أفراد العائلة فيه منكم ممكن اليوم يكون عنده يعني اللي هي العمال المنزلية الروتينية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف البيت الخامس شوي على المستوى العاطف الأمور بتخف عندك اليوم شوي فيه نوع من أنواع التقلب في مزاجك يعني ما فيه عندك استقرار كامل عندك يعني رغبة في أنك تنزوي على نفسك أو تأخذ إجازة من الوضع العامل اللي عندك ولكن أنه الظروف ممكن أنها ما تسمح لك أما بالنسبة للبيت السادس فهو يعني ممكن يفتح لك أشياء على مستوى العمل مثل ما ذكرنا الأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم ممكن ينجزوا بعض الأعمال المهمة ممكن اللي يكون فيه إيجابية في بعض الأعمال ولكن أنه يحاولوا ينجزوا كل الأعمال ما يركموها وفي نفس اللحظة ما يحاول أنه يمسك أكثر من عمل مع بعض عشان ما يقصر في إنجاز عمل يكون مهم برضو بتكون تنتبهوا لصحتكم أما بالنسبة للبيت السابع فشوي بيجعل فيه نوع من أنواع الحدية اليوم في الطباعة على مستوى بيت الشراكي فممكن هذا يسبب نوع من أنواع الخلافات أو ردات الفعل السلبية ما بينك وبين الشريك حاول أنك أنت تمسك عصابك قدر الإمكان وما تنرفز وما تعصب يعني أمسك عصابك قد ما بتقدر أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء على مستوى البيت الثامن يعني ممكن يكون فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي تفتح لك بعض الأبواب اللي يكون فيها نوع من أنواع المساعدة أو الدعم ولكن برضو حاول أنك تقلل من مصاريفك وحاول أنك أنت إذا طلبت بالفترة الماضية من جهة معينة تكرر اليوم تجرب تكررها مرة ثانية فممكن اليوم تزبط معك أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف مثل ما ذكرنا أنه بظل الأمور كالشكل المعتاد اللي أنت كنت معتاد عليه اليومين الماضيين يعني بستمر معك كمان اليوم ولكن أنه اللي عندهم امتحانات يحاولوا ما يعتمدوا على الحظ نهائيا يدرسوا ويستعدوا وما يتسرعوا في الإجابات أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا بالنسبة لبيتك 11 يعني شوي بيخلي فيه نوع من أنواع الحدية والعصبية في طريقة التعاطي مع بعض الأصدقاء ممكن يكون سوء تفاهم وممكن تصرف منهم غير حكيم أو غير مدروس يستفزك ويعصبك وممكن يخليك تنتقد تصرفاتهم أما بالنسبة لبيت متاعبك يعني شوي الأمور جيدة فبتساعدك على إنجاز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منكو رح يهتم بشأن صحي وفي منكو رح يهتم بأمور إلها علاقة بشخص من المقربين لا إلو برج العذراء طبعا بتظل الأمور مثل ما كانت اليومين الماضيات إلها علاقة بالأموال المشتركة أو الديون أو الالتزامات لغاية ساعات المساء لغاية ما ينتقل القمر لبيتك التاسع لما ينتقل لبيتك التاسع يعني يا أما بصلكم خبر من بعيد يا أما أنتم بتنجحوا في أمور إلها علاقة بمعاملات أو أوراق أو بعض الأمور اللي إلها علاقة في أوراق قانونية أو في الاتصالات الخارجية بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بتجمعكم في أحباءكم بترتفع المعنويات فرص النجاح بتكون جيدة في الفترة هاي بتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بتسهل خلال هالحوار وبتفتح أو بتفرح بخبر أو تجاوب بعض الناس أو بعض الأشخاص معك الفترة هاي يعني فيها أشياء إيجابية حاول أنك أنت تستغلها أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على مستوى البيت الأول الأمور إيجابية يعني شخصيتك اليوم غير نفسيتك أحسن عندك قابلية اليوم أنك تتجاوز كل شيء بتقدر اليوم أنه أنت تحقق أمور كثيرة يعني كانت بالفترة الماضية ممكن كانت صعبة فاليوم بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني الضغط العام على المستوى الأمور المالية أو تفكيرك في الفوترة والترتيب والالتزامات هاي ممكن أنها تكون خلال اليوم شوي فيها نوع من أنواع الضغط حاول قدر الإمكانة أنك أنت ترتب أوراقك بالشكل الجيد عشان تحصل على أشياء جيدة في منكو ممكن يحصل على بعض الأموال أو يسعى في تحصيل بعض الأموال اللي بتعود له وفي منكو ممكن أنه يهتم ببعض المشتريات ولكن ركز على الإشاء الضروري اللي مش ضروري يحاول أنك تتجنبه أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاش والتواصل والاتصال مع أشخاص بتقنعهم بوجهة نظرك ممكن تسوق لسلعة أو لشيء مهم خلال هذا النهار عندك نشاط بالحركة النشاط فكري عالي جدا ممكن يعني يكون لك حتى بعض المقابلات أو الأشياء اللي بتفرض وجودك أنت من خلالها اللي عندهم امتحان على المستوى الأساسي يعني بيقدم بشكل جيد والأمور بتدعمه بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت والعقارات يعني شوي فيه نوع من أنواع الحدية فعشان هيك بيسبب لك هذا نوع من أنواع الإرباك إما أعطال أو أمور لها علاقة بصيانة بترتيبات مشتريات يعني اهتمام ببعض المشاكل على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور برضو على المستوى العاطفي عندك حدي ففيه إلك ردات فعل سلبية وعصبية خلال هذا النهار ممكن تسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل العصبية حاول قدر الإمكان أنه أنت ما تتجار مع العصبية مع الحبيب حتى لو بدر منه شيء مسيء ما تتجاوب معه حفاظا على سمعتك وحفاظا على نفسك برضو ما تحاول تخلي الأمور تنكد عليك في هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على المستوى البيت السادس يعني في بعض الأمور اللي ممكن أنها تتطلب منك جهد كبير لإنجاز بعض الأعمال أو ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال حاول أنك أنت تنجز العمل الضروري وفي نفس اللحظة بدك تهتم لوضع صحي أو لأمر صحي بتعلق فيك أو فيها أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فعم مستوى البيت السابع الأمور جيدة مع الشركاء أو بين الشركاء بالعاطفة أو بالعمل في نوع من أنواع التقارب بينكم اليوم فيه ممكن حل مشكلة معينة أو أنه تتلاقوا على خطة مستقبلية أما بالنسبة للبيت الثامن فيعني الأمور مش قوية يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية والسلبية خلال هذا النهار يعني فيه أمور ممكن أن تهتم بأمور إلها علاقة بالتأمين أو بالضريبة أو أشياء إلها علاقة بالمؤسسات الحكومية وفي نفس اللحظة يعني ممكن يكون فيه نوع من أنواع الضغط عليك يسبب لك نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني بتقدر تنجز بعض الأعمال المهمة خصوصا اللي إلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة وفي منكم ممكن يتعاون بين زميل أو رئيسه بالعمل لإنجاز بعض المهام وفي منكم اليوم بدافع عن سمعته ومكانته بشكل قوي أما بالنسبة لبيت 11 بيت الأصدقاء فهذا بسبب لك نوع من أنواع الحدية بخلاف أو ردة فعل سلبية من تصرف أحد المعارف أو الأصدقاء إما أنه بيحاول يستغلك أو بيحاول يفشي سر من أسرارك فسبب لك يعني هيك ردة فعل سلبية إما بمواجهته أو بالرد عليه أما بالنسبة لبيتك 12 فبيتك 12 آمن يعني ما فيها الشيء القوي ولكن برضو ما نقول لك أنه حاول ما تجهد حالك في إنجاز بعض الأعمال يعني حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وحاول برضو أنك تنجز العمل الضروري وتهتم بصحتك إن دعت الحاجة برج الميزان يعني من ساعات المساء بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلى وصلها بشراكة أو بتعويض صحتك أو صحت قريب إلك بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك ممكن تتخذ المبادرة بالاتجاه المذكور يعني أنك تصير تفكر في المستقبل في الدعم في الترتيبات في تحويش الدخار أشياء من هذا القبيل أهم شيء أنه اليوم لو تدايقت أو صار أي شيء ممكن أنه يخلق لك نوع من أنواع التوتر قدم شوي من التنازلات وممكن أنك تتراجع عن خطوة أو قرار سبب لك نوع من أنواع الإزعاج أو نوع من أنواع العداوة أما بالنسبة للبيت الأول بما أنه القمر رح يتنقل ما بين السابع والثامن فمنقول البيت الأول بالنسبة له إليك شوي بعطيك دفعة أو بعطيك يعني شوي معنويات أعلى من اليومين الماضيات لأنه القمر تحرك من مقابلك فبشحنك بطاقة إيجابية شوي مش كثير فبتحس أنه في نوع من أنواع التحسن في مزاجك اليوم أو عندك يعني رغبة في إنجاز بعض المهام بنفسية مختلفة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على المستوى المالي ممكن تهتم بأمور أو شؤون مالية ولكن الاهتمام الأكبر رح يكون في ساعات الظهر ممكن أنه تهتم في مسائل أو بديون أو ببعض الإنجازات المالية خلال هذا النهار في منك رح يحصل على بعض الأموال ممكن تجي إما هدية أو منحة أو هبة وفي منك ممكن أنه ينشط في أمور لها علاقة بالمشتريات والمصاريف وترتيب الالتزامات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الثالث يعني شوي فيها نوع من أنواع القرارات السريعة الغير مدروسة متسرع اليوم فحاول أنك تتوازن شوي تمسك عصابك ما تتخذ أي قرار بعصبية أو بعفوية بدون دراسته أثناء حركتك ونشاطك حاول أنك برضو ترتب أوراقك بشكل جيد تنتبه أثناء القيادة والتنقلات ما في داعي للمغامرة أو المخاطرة اللي عندهم امتحانات اليوم على المستوى الابتدائي والثانوي بدهم يدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فشوي بدعمك يعني باتجاه البيت أو بسوى فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين البيت فيه ممكن تهتم في أمور العلاقة بالالتزامات المنزلية أو أشياء بتتعلق في أمور كعطال بيتي في منكم بنشط في أمور المشتريات أو الترتيبات أو نوع من أنواع التقارب العائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على مستوى البيت الخامس فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع فحاول قدر الإمكان أنك ما تنرفز وما تتعصب من تصرف الحبيب ممكن يكون يعني بسبب الظروف الضغطة الحالية الفلكية وممكن يكون بسبب يعني برجه أو طالعه فأنت ما تتجار مع الأمور وتكبر الأمور وتختلق مشكلة بتقدر تتجاوزها وتمشي بفترة آمنة وفيها نوع من أنواع السلام أما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك عندك نشاط للعمل عالي جدا وفي نفس اللحظة ممكن تهتم بأوراق أو معاملات أو مستندات أو أمور لها علاقة بأوراق صحية أو معاملات صحية أو أدوية أما بالنسبة لبيت السابع وبيت الشراكة فشوي الأمر بنقدر نحكي أنه روتيني لجيد في نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب أو بينك وبين الشريك يعني بيعمل نوع من أنواع ردات الفعل الإيجابية أو التقارب العاطفي اللي من خلاله ممكن يصير فيه نوع من أنواع يعني اتفاقية مستقبلية أو خطة عمل قادمة أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع فمنشوف الأمور يعني إيجابية على مستوى الاتصالات الخارجية ولكنها مش بكثرة يعني رح تكون مقتصرة على أشخاص معينين خارج البلاد أو للإطمئنان عليهم أو للتواصل معهم وفي منك ممكن يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية وفي أشخاص رح تهتم إما بدراسة لغة أو ثقافة معينة أو نقاشات سياسية والدينية أما بالنسبة للبيت العاشر فشوي البيت العاشر بدعمك إيجابي على الحفاظ على سمعتك وممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع الأشياء اللي إلها يعني بإنجاز بعض الأعمال المهمة على مستوى مؤسسات وفي منك ممكن ينشط في أمور يعني تعمل نوع من أنواع تقارب ما بينه بين زميل في العمل أو رئيسه في العمل أما بالنسبة إلى بيتك 11 فبسوي نوع من أنواع الحدية في الطباع وتعامل مع أحد الأصدقاء وأحد المعارف فحاول قدر الإمكانك ما تتجاوب مع الانفعال هذا ممكن أنه يكون هو عن سوء دراية أو تصرف فردي يعني بدون وعي يعني عفويا طلع مع الأمر فأنت ما تتجاوب مع الأمر بعصبية فتحتد وتعصب وممكن تصنع نوع من أنواع الخلاف ما بينك وبين هذا الصديق أما بالنسبة إلى بيتك المتاعب فأنا شايف على مستوى بيت المتاعب الأمور يعني فيها إيجابية يعني بتدعمك بشكل قوي عشان هيك بتقدر اليوم تنجز الأعمال المهمة أو ضرورية عندك وممكن تهتم في مسألة إلها علاقة بالصحة أو بصحتك أو بصحة أحد الأقارب وفي منك رح يحاول أنه يأخذ أكثر من قسط من الراحة خلال هذا النهار يعني بدون يكون فيه عنده نوع من أنواع الرغبة إلى الراحات مرج العقرب يعني القمر من بيتك السادس بدو ينتقل للسابع بدو يصير مقابلك مباشرة فعشان هيك بنقولك أنه لغاية ساعات المساء لانتقال القمر للثور بدكوا تواصلوا عمل بدأتهم فيه من قبل وممكن تبادروا لعمل جديد في ساعات المساء لما بيستقر القمر في الثور بيصير عندكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكتكم حاذر من الانفعالات بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو شوي في نوع من أنواع التوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة أهمش أنك تكون صبور وما تتدمر الفترة خالية من الحضوظ لأن القمر مقابلك مباشرة فبيسحب من طاقتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف المستوى النفسي اليوم متقلب عندك بأكثر من اتجاه بأكثر من مزاج لحظات بتكون مبسوط لحظات تعبان لحظات دكتور خدراحة لحظات مرهى لحظات موضع يعني متقلب اليوم بالمزاج على المستوى النفسي والشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فهو شوي يعني ممكن يعني يعطيك دفعة إيجابية في مساء الفوتير أو الفوترة أو الالتزام المالي أو المشتريات أو الحسابات جمالا النسبة قليلة منكم ممكن يحصلوا على بعض الدعم المالي اللي ممكن يجيهم إما أنه هو استرداد لحقوق إلهم يعني مثل رواتب أو دفعات إلهم وفي منكم ممكن يحصل على بعض المال من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو يعني شيئا ما روتيني لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك بتتعامل مع الأشخاص على طبيعتك على حسب عقليتك على حسب مزاجك اللي عندهم امتحان أو دراس اليوم خصوصا على المستوى الأساسي يعني بدهم يعتمدوا على دراستهم ما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت شوي بيكون فيه يعني نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم مع أفراد البيت ولكن فيه ضغوطات كثيرة ممكن أنها تواجهة خلال الفترة هاي من أعمال منزلية أو أعباء أو مشاكل بتتعلق في البيت يعني أعطال تلف بعض الأشياء عصبية من طرف آخر أنت تتفاعل معها تحاول تقارب بين موجهة النظر يكون عندك نوع من أنواع الخوف أو التوتر على شخص معين من أفراد العائلة يعني هذا الإشي ممكن يكون مؤثر خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الخامس يعني إجمالا جيدة بتخلي نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب يعني فيه نوع من أنواع المصالحة مسامحة يعني تقارب واضح بيكون بيفتح لك بعض المجالات المهمة أو التقارب المهمة بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس يعني إجمالا بيخليك تنجز بعض الأعمال المهمة ما رح تنجز كل الأعمال في منك رح يهتم بأمور العلاقة بملفات أو معاملات أو أشياء ممكن بحاجة للترتيب أو تزبيطات على مستوى العمل وبتقدر تنجز أنت كل الأعمال بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة للوضع الصحي جمالا اليوم يعني فيه نوع من أنواع الإرهاق ولكن ما بنقدر نسميه تعب يعني تقلبات عن المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على المستوى البيت السابع برضو الأمور يعني مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف برضو الأمور على المستوى المالي فيه منها نوع من أنواع الضغط خصوصا الأموال المشتركة فيه منك رح يهتم بجهات حكومية أو دوائر حكومية أو نوع من أنواع المساعدات أو الدعم يعني اللي حصل الأشياء من هذا القبيل وفيه منك ممكن ينشط بعملية فوترة أو ترتيب أوراق أما بالنسبة للبيت التاسع فبكون عندك اليوم رغبة بالاتصال بأشخاص خارج البلاد إما تفقدهم أو للإطمئنان عليهم وفيه نوع من أنواع التقارب ممكن يكون بينك وبين هدول الأشخاص وفيه منك رح يهتم بأشياء اللي علاقة بأوراق قانونية أو معاملات قانونية أو أشياء اللي علاقة بأوراق سفر أما بالنسبة للبيت العاشر فيعني بيت السمعة شوي ضاغط عليك فعشان هيك يحاول أنك ما تجازف وما تغامر خلال هذا النهار بأي أمر كان مو ما تخالف القوانين حاول أنك أنت شوي تكون ملتزم وفيه منكم ممكن اللي على رأس عملهم اليوم يحتدوا أو يعصبوا من تصرف أحد الزملاء أو من تصرف رئيسهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبرضو على مستوى الأصدقاء فيه نوع من أنواع الحدية فعشان هيك من ساعات الصباح ممكن أنه يكون فيه خبر بتعلق بأحد الأصدقاء يزعجك أو ممكن تصرف من أحد الأصدقاء اتجاهك أنت يسبب لك نوع من أنواع الإرباك وتحتاج لنوع من أنواع العصبية في حل هاي المسائلة حاول أنك ما تعصب وما تنفعل اترك الأمور وبتمشي إن شاء الله بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأمور على مستوى بيت المتاعب يعني نقول أنها يعني لا إيجابية ولا سلبية يعني حاول أن معناته تنجز الإشي الضروري من أعمالك بدون ما تأجل وبدون ما تجدولها حاول تأخذ قصد كافي من الراحة راقب غذائك ممكن اليوم تنزعج لخبر بيجيك من بعيد بتعلق بصحة أحد الأشخاص اللي بيعزوا عليك أو أحد الأقارب برج القوس يعني في ساعات المساء ورغم تراكم العمل أنتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه أهم شيء أنك تنظموا جدول غذائكم وخذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور وقشور الأمور وخصوصا الأمور الثانوية ركز على الإشي اللي بيعنيك اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي ممكن شوي يكون في بعض القلق المهني خلال هذا النهار يعني القمر كان موجود في بيتك الخامس بده ينتقل لبيتك السادس فرح نركز بتوقعاتنا على وجوده على البيت السادس لأنه أغلب النهار رح يكون في البيت السادس أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى للبيت الأول النفسية اليوم شوي بصير فيها نوع من أنواع التقلب ما فيها الثبات الكثير في النفسية فعشان هيك بتحس اليوم المزاج مرة معك مرة مش معك في تقلب عام أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى الأمور المالية يعني ممكن اليوم يكون في بعض بصيص الأمل أو الفرص للأمور المالية إما أنها بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع المساعدات أو الهبات في منك ورح ينشط بأمور إلها علاقة بالمشتريات أو الترتيب الأوراق أو الترتيب الأمور المالية ولكن هذا الأشي شوي ممكن يكون فيه منه بعض الأشي مربك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا نقول لك اليوم أنت مزاجك عصبي ومندفع وخصوصا من ساعات الصباح بتحس أنه في نوع من أنواع التوتر صار عندك عالي جدا فحاول اليوم أنك ما تغامر ما تتجارة كثير وما تدخل بنقاشات لأنه ممكن تحتد واللي عنده امتحانات اليوم بده خصوصا المراحل الأساسية بده يعتمد على دراسته وما بده يعتمد على الحضوظ وفي نفس اللحظة ما يستعجل في الإجابات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بضعف على المستوى البيت يعني صحيح أنه إيجابي ولكن أنه برضو بيجيب لك بعض الاهتمامات المنزلية أو العائلية في منكم ممكن يدخل بنقاش حاد مع أخ أو مع جار برضو في منكم رح يهتم بمسائل العلاقة بالأعطال أو تصليحات أو ترميمات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على مستوى البيت الخامس الأمور يعني شيئا ما فيه روتين في الموضوع فبتتواصل أنت والحبيب بشكل روتيني بدون لا إيجابية ولا سلبية عشان هيك بيغلب عليك اليوم الطابع اللي هو نوع من أنواع الروتين أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع يعني بدعمك شوي على مستوى الشراكي يعني بيسوه بنوع من أنواع تقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا النهار ممكن للمساعدة أو طلب مساعدة أو نوع من أنواع الألفي أو المصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف فيه يعني بعض الأمور اللي إلها علاقة بطلب المساعدات أو أمور إلها علاقة بدوائر حكومية أو مؤسسات حكومية بتقدم الدعم أو المساعدات أو ضريبة تأمين أشياء من هذا القبيل ممكن تهتم فيها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور على مستوى الاتصال مع أشخاص خارج البلاد جيدة فممكن تتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن ممكن يصلك خبر شوي يزعجك من بعض الأشخاص ما بقول لك أنا أنه يعني رح يكون كثير خارق للعادي البيت التاسع اليوم فبعضكم ممكن أنه ينشغل بمعاملات قانونية أو أوراق قانونية وبعضكم ممكن يعني يكون عنده امتحان جامعي فيكون فيه نوع من أنواع صعوبة فما تعتمدوا على الحظ نهائيا أثناء تقديم الامتحانات الجامعية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف بيت السمعة جيد اليوم يعني أحقق لك نوع من أنواع الأمان وممكن يكون دفاع عن سمعتك يكون واضح يعمل نوع من أنواع أنك تثبت رأيك أو تدافع عن نفسك بقوة وبثبات حاول بس أنك ما تعصب الأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن ينجزوا بعض الأعمال بمساعدة زميل أو رئيسهم بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء يعني شوي فيه نوع من أنواع الحدية بيسبب لك نفور من صديق أو من تصرف أحد المعارف يعني بيخليك تحتد أو تعصب أو يعني تأخذ على بالك أو على خاطرك منه لأنه إما أنه هو تجاوزك أو أنه هو استغابك أو أفشاسر من أسرارك أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فاليوم بدك تدير بالك فيه نوع من أنواع الضغط على بيت المتاعب فعشان هيك منقول لك حاول أنك أنت يعني تنجز الأعمال الضرورية حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة حاول تنتبه لصحتك بشكل جيد إن شعرت بشيء مش مريح حاول أنك أنت تستشير طبيبك برج الجدي مع ساعات المساء بنتقل القمر لبيتك الخامس لبيت العاطفة عشان هيك بترغبوا للتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ووسعكم ومارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا تجد حليف بدعم تصوراتك ما تستسلم كرر المحاولة الفترة إيجابية بتدعم حظك بترغب لاستكشاف مناطق جديدة وخصوصا الأشخاص اللي بطلعوا من بيوتهم وفي منكم ممكن يهتم بأمور أشخاص خارج البلاد أو حبيب أو المشاركة في مناسبة معينة أو مناقشة معينة يعني الفترة هاي فيها رومانسية وفيها نجاح ولكن بتحملك شوية قلق حول أحد الأحباء أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف اليوم من ساعات المساء بصير نفسيتك أحسن تستقر الأمور عندك بشكل أفضل يعني بصير عندك قابلية أنك أنت تنجز كثير من المهام خلال هذا النهار برضو بتكون ملفت للنظر بالنسبة للجنس الآخر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني على مستوى البيت الثاني في ضغط مالي موجود أو بعض الأفكار المالية المتعبة أو مرهقة بالنسبة لإلك تراكم مسائل مالية أو صعوبة حل بعض المسائل المالية هي شوي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباق خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنت اليوم عندك نشاط فكري عالي جدا ممكن تناقش وتقنع أي شخص بوجهة نظرك سرعة بديهتك عالي جدا عندك رغبة بالحركة وبالتواصل والاتصالات والمواصلات واللي عنده امتحان اليوم بيقدم بشكل جيد وخصوصا اللي هي المراحل الأساسية هي ابتدائي وثانوي أما بالنسبة للبيت الرابع فركود كامل على مستوى البيت الرابع يعني هو يوم روتيني على الكامل يعني على حسب وضعك على حسب ما بتتعامل مع شأن البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السادس يعني بكون في نوع من أنواع الضغط العملي أو التفكير في أمور عملية أو بعض الأوراق أو الفواتير أو الالتزامات العمل ممكن شوي أنه أنت تتكاسل في بداية النهار ولكن مع ما يمشي النهار بتلاقي أنه في نوع من أنواع الدعم بدعمك في هذا المجال فممكن تنجز كثير من الأعمال اللي مطلوبة منك خلال هذا اليوم وفي منكو ممكن يعني يهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع يعني بيت الشراكي جيد جدا ما بينك وبين الشريك فبيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك وممكن حل مسألة معينة اليوم أو الاتفاق على خطة قادمة تجمع ما بينك وبين الشريك في نقاط طلاقي أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني برضو ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن ممكن بعضكو يستفيد من الحضوض اللي بتيجي من البيت الخامس أنه اليوم إذا طلب مساعدة من أشخاص يكرر المحاولة مرة ثانية فممكن اليوم يحصل على دعم أو مساعدة أو بعض الأموال أما بالنسبة للبيت التاسع فجيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد فممكن هاي تفتح لك أبواب أو أفق جديدة في الفترة القادمة في منكو رح يهتم بأوراق قانونية أو معاملات وفي منكو رح يهتم بمسائل ما بين البيت التاسع والثامن إلها علاقة بتأمين أو إلها علاقة في ضريبة أو إلها علاقة في أوراق قانونية اللي عندهم امتحانات جامعية اليوم بيبدعوا بشكل جيد أما بالنسبة لبيت العاشر بيت السمعة فهو يعني إجمالا جيد ولكن حاول قدر الإمكان أنك ما تشوه سمعتك اليوم ما تتصرف أي تصرف يعني ممكن يصير في تشويه للسمعة ما تتخالف القوانين وما تجازف وما تغامر صحيح الحظ بدعمك ولكن في هاي الأمور ممكن أنه شوي تخلى عنك الحظ وخصوصا في أشياء ممكن تمس سمعتك يعني بدك تحافظ عليها الأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن ينجزوا بعض الأعمال بمساعدة زملاء بالعمل أو رئيسهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط بقوة من تصرف أحد الأصدقاء اللي ممكن أنه أو أحد المعارف اللي ممكن أنه شوي تحتد أو تعصب من تصرفه أو تأخذ على بالك من ردة الفعل فممكن هذا شوي يخليك تنرفز وتعصب وممكن تتخذ قرار أو تواجهه في المسألة هاي بعصبية وحدية حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب يعني شوي إيجابي هو ما فيه أي سلبيات ولكن نقول لك أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة ولكن بدك تنتبه لصحتك بشكل مباشر تدير ذلك من التعب ومن الإرهاق وما تجهد حالك زيادة برج الدلو من مساء اليوم يعني من لحظة استقرار القمر في الثور بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية ما تسمح للعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة للي بحتاجوها وخصوصا من الأشخاص اللي ممكن يلجأوا لك لمساعدتهم إذا كان بإمكانك ما تقصر القمر راح يكون موجود في بيتك الرابع فهو بيت البيت فعشان هيك الإهتمامات البيتية هي أكثر إشي راح يتركز عليك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم شوي أنت مشحون بطاقة سلبية عصبية أو نفسيا مش مرتاح أو عندك تقلب في مزاجك عالي جدا عشان هيك يحاول أنه اليوم ما تتخذ قرارات حاسمة وما تعصب وامسك حالك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فهو يعني إجمالا مثل الأيام الماضية يعني مش إيجابي ولا سلبي ولكن برضو بفتح بعض المجالات أو المساعدات المالية للأشخاص اللي بيطلعوا من البيت اللي ممكن أنهم يحصلوا على مكاسب مالية من عمل إضافي أو رواتب أو نوع من أنواع الهبات أو الهدايا أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فالبيت الثالث شوي يعني اليوم روتيني على مستوى الاتصالات والمواصلات يعني بتتعامل على حسب نشاطك وعلى حسب فكرك وعلى حسب أفكارك ما في إيجابية ولا سلبية هي وضعك أنت هو اللي بعطيك هاي الطاقة أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك الخامس شوي يعني الأمور العاطفية عندك اليوم تتحرك باتجاه إيجابي فممكن يكون في نوع من أنواع إما التلاقي أو التقارب أو الاتصال ما بينك وبين الحبيب يعني بتخلي في نوع من أنواع التقارب ما بينكم صحيح أنه في لحظات ممكن يكون فيها نوع من أنواع سوء التفاهم ولكن بتتجاوزوها أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فاليوم تقدروا تنجزوا بعض الأعمال الموكلة لإلكم وممكن أنك أنت ثبت مكانتك على مستوى العمل ممكن تجتهد في بعض الملفات أو المعاملات وتنجزها على أكمل وجه ولكن بدك تدير بالك على وضعك الصحي أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة فنلاقي فيه نوع من أنواع الحدية اليوم ما بينك وبين الشريك ممكن امتعاض من تصرف أو ممكن أنه هو يتصرف بطريقة شوية تكون فيها نوع من أنواع الفردية فهذا الإشي يستفزك أو يعصبك حاول قدر الإمكان تمسك عصابك يعني الفترة هاي ما تسمح لها أنها تصير فيها مشكلة لأنه رح تمتد معك لأيام خلي فيه نوع من أنواع التقارب بيكون أفضل أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف على مستوى البيت الثامن يعني الأمور الشوية يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن اليوم يعني باب تكون طرقته بالفترة الماضية اليوم يجيك الرد منه إن شاء الله أنه بيكون رد إيجابي أو أنك أنت بتقدر تطرق باب اليوم لطلب مساعدة أو استرداد أموال لإلك أو أشياء لها علاقة بمؤسسات حكومية دوائر مثل ضريبة وتأمين أو مستردات يعني بترجع لك أنت بتكون برضو اليوم إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعم بعض الأمور اللي إلها علاقة بالتواصل والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد اللي ممكن من خلالها ينفتح لك باب معين أو يساعدك في مسألة معينة يعني بتسهل عليك أمور كثيرة ممكن اليوم تهتم بأمور أو أوراق قانونية أو متابعة لدى جهات حكومية أو ممكن أشياء لها علاقة في امتحانات أو نقاشات بتكون غالبة على السياسة والدين أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف عن مستوى البيت العاشر فيه نوع من أنواع الحدية بالطباع على مستوى العمل فاليوم ممكن أنك تنرفز أو تعصب من تصرف أحد زملائك بالعمل أو رئيسك بالعمل حاول أنك تمسك عصابك وما تحتد ولا تعصب يعني ما فيه داعي لتشويه سمعتك بأي شيء خلي الأمور لحالها تثبت ذاتها وتثبت جذارتك أنت لحالك أما بالنسبة لبيتك 11 فشوي بيسبب لك نوع من أنواع الضغط فيه نوع من أنواع ردات الفعل من تصرف صديق أو معرفة ممكن بيحاول أنه هو يتجاوزك أو أنه يتخذ قرار عنك أو بفشي سر من أسرارك أو بيحاول أنه هو يتمادى عليك حاول أنك ما تمفعل وما تعصب كثير يعني الأمور بما أنه أنت محمي يعني فيه أمور كثيرة حاميتك اليوم فعشان هيك لحالها الأمور رح تروح بصفك أنت ورح تثبت الشغلات اللي عندك بدون ما تتعب حالك أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأمور على مستوى بيت المتاعب شوي فيها نوع من أنواع الحدية فعشان هيك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية حاول تنتبه لصحتك حاول ما تخالف القوانين وبرضو ممكن تقلق بشأن صحي لا أحد الأحبة أو أحد المعارف برج الحوت من ساعات المساء بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات لأن القمر بيكون انتقل للبيت الثالث لألكم فممكن ينشط هاي الأمور عندكم طبعا في ناس بدون يقول لك ما فيش سفر لا هي الاهتمام ممكن يكون في أوراق سفر أو الاهتمام بمسائل اللي لها علاقة بالسفر أو ممكن أشياء العلاقة بأفلام وثائقية بتدل على دول معينة أو ممكن تسافر بفكرك يوم مناسب للخروج في نزهة أو النشاطات أو الحركة أو ممكن أن لبعض المشتريات بيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تكون اليوم عنصر إيجابي ما تتسبب للنفور للأشخاص اللي حواليك اتفهم الآخرين وخليك هادي لا تفوت عليك فرصة المصالح أو التسوية كرر المحاول السابقة وما تستسلم حاذر من السرعة ومن سوء التفاهم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور بالنسبة للبيت الأول إيجابية نفسيتك اليوم أحسن عندك ثقة عالية بنفسك يعني بتقدر اليوم تنجز كثير من المهام والأعمال وبرضو في نفس اللحظة عندك كاريزمة حلوة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الثاني برضو جيدة بتساعدك في التحصيل أو الحصول على بعض الدعم المالي وفي منكم ممكن ينجز بعض الأعمال ويحصل من وراها فلوس وفي أشخاص ممكن من عمل إضافي أو في ممكن يجيك برضو مال إما هدية أو منحة أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع شوي في نوع من أنواع الحدية على مستوى البيت أو يعني شوي أنت مختصر أو محجوب عن النظر أو مبتعد عن التواصل العائلي حاول اليوم أنك تخلي في نوع من أنواع التواصل بدون حدية وما تحتد وما تعصب خلي في نوع من أنواع التقارب والتلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة في منكم ممكن يهتم في مسائل بتتعلق في البيت أو في البيوت أو في العقارات أو في أشياء لها علاقة ببعض الأعطال والصيانة والترتيب أما بالنسبة للبيت الخامس فأشوف عن المستوى العاطفي اليوم الشؤورك العاطفية ممكن تتحسن شوي يصير فيه نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب وممكن اليوم تتفاجأ في موضوع معين أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى البيت السادس الأمور يعني فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى العملي فممكن تكون مضغوطة من العمل أو بتتدمر من كثرة الأعمال الموجودة عندك حاول قدر الإمكان أنك أنت تأخذ نفس عميق إنجز الأعمال المطلوبة منك بدون ما تخليها تتراكم عليك حتى لو استعنت بأحد الزملاء وراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى البيت الشراكي بدعم من موقفك أو من شراكتك ما بينك وبين الشريك فممكن يصير في نقطة التلاقي أو تقارب ما بينكم وممكن يتحل مسائل اليوم كانت عالقة بالفترة الماضية أهم شيء اللي بده يبادر في مصالحة يمكن هذا اليوم يعتبر يوم إيجابي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف على المستوى المالي أو الأموال اللي ما بتعود لك اللي هي احنا بنسميها أموال مشتركة يعني اليوم في نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك ممكن اليوم أنت تفتح باب أو تقرأ باب لمساعدة أو لدعم تلاقي الأمور مشت في منك وراح يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية لها علاقة بالضريبة أو بالتأمين أو بعض المؤسسات اللي بدفعوا تعويضات أما بالنسبة للبيت التاسع فبفتح لك مجالات كثيرة بالاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمعاملات أو وثائق أو مراسلات أو مشتريات ممكن يكون في اليوم الاهتمام بأوراق قانونية أو في مسائل إلى علاقة بالدراسة الجامعية أو قادمة من سفر أو أشياء إلى علاقة بهذا القبيل في اللي عندهم امتحانات اليوم بنجحوا بشكل رائع واللي عندهم برضو أمور بتتعلق بالأوراق القانونية والمعاملات القانونية برضو بتكون لمصلحتهم أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف الأمور على مستوى البيت العاشر روتيني على مستوى إنجاز أعمالك وتعاملك وتواصلك مع زملائك ورؤسائك بالعمل بيكون روتيني على حسب مهارتك وشطارتك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بضغطك على مستوى الأصدقاء أو على مستوى المعارف لدرجة أنه ممكن تحتد أو تعصب من تصرف أحد الأصدقاء اللي ممكن أنه يستفزك أو يتجاوزك في مسأله أو يفشي سرك أو يحاول ينم عليك أو يستغيبك أو يحاول يفرض رأيه عليك يعني كثير من المسائل اللي بتتعلق في أمور أنه ممكن تنتج خلاف ما بينك وبين أحد المعارف ويعصبك ويثيرك وفي منكم ممكن يقلق صحيا على أحد الأصحاب أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو نقول لك اليوم حاول تنجز الأعمال الضرورية يعني وتهتم براحتك تأخذ قسط كافي من الراحة تغذيتك وأدويتك هدولة أهم النقاط اللي بدك تركز عليهم هذا النهار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم